أيضاً تحدثنا مع فخامة رئيسة الوزراء في موضوعات كثيرة منها موضوعات حقوق الإنسان وهنا تحدثنا بصراحة عن رؤيتنا في مصر إلى هذا الموضوع المهم اللي احنا حرسين جداً جداً أن احنا في كل مناسبة نتكلم فيه مع أصدقائنا الأوروبيين على أن احنا لنا رؤية مهمة جداً جداً ونترحها في أهمية استشراف رؤيتنا في مجال حقوق الإنسان في مصر والتي تعتمد على التطوير والاهتمام بحياة الإنسان في كافة المجالات المختلفة ودي طبعاً طبقاً للمعايير اللي حطاها المنظمات والمنظمات الدولية في هذا المجال أنا الحقيقة وجدت تفاهم كبير قوي وهذا التفاهم محل التقدير واحترام جداً لفخامة رئيسة الوزراء وده أمر أنا بسجله دلوقتي أيضاً احنا تحدثنا على موضوعات خاصة في منطقتنا وأهمية العمل على إيجاد حلول لمسألة الهجرة غير الشرعية وإحنا هنا في مصر يبين نذكر دايماً في مثل هذه المجالاتين إحنا بقول إن إحنا من سبتمبر 2016 لم يخرج قارب واحد أو مواطن واحد عبر الحدود البحرية أو البرية لمصر إلى أوروبا وده التزام إنساني مصر متزمة بيه إن هي تحرص على إن هي ما تكونش أبداً يعني معبر لهجرة غير شرعية إلى أوروبا النقطة الثانية تكلمنا أيضاً إحنا مصر بتصديف وأنا بقول هنا بتصديف عشان دي نقطة مهمة أوي وإحنا ما بنذكرش أبداً كلمة لاجئ عندنا في مصر إحنا في مصر بتصديف ستة مليون وقد يزيد دون أن تتلقى ولا تحاول أن تزايد لكي تتلقى شيء في دعم هذا التواجد بيقشوا كمواطنين داخل بلدنا إلى أن تتحسن ظروفهم أو تبقى للواقع الصعب اللي هم جيين منه في بلدهم يعني اللي بتعاني من شيء من الاتراب وبنقول إن إحنا إذا كنا عايزين نحل هذه المسألة بشكل يعني متعمق أوي مهم أوي إن إحنا أولاً القضايا والأزمات اللي موجودة في منطقتنا مهم أوي إن إحنا نصل بيها إلى مرحلة حل لهذه القضايا والأزمات اللي موجودة وصولاً استقرار هذه الدول التي باستقرارها ستعمل على إن هذه المعابر من خلال الدول اللي بتعاني من اضطرابات تتوقف تستطيع أن تسيطر على حدودها البحرية والبرية ولا تشاكل معبر الأوروبا وأيضاً تبقى سبب في استقرار هذا الأمر